مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر انا مش كافر لنا مخذوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر اله واحد ايماني واحد وملو شي تاني حبني ومت على شاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير نحتاج التفسير انا حشرح ليك وافصر ارضوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر انا 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 مش كافر مشاهدينا الحباء في كل مكان في العالم مشاهدي قناة القرمة برحب بكم حلقة جديدة من برنامج انا مش كافر موضوع حليتنا النهاردة او تكملة لجزء سابق تقلمنا فيه عن الصليب في العهد القديم حليتنا النهاردة هيكمل نفس الموضوع عن الجزء التاني من موضوع الصليب في العهد القديم وانا اتوقف باكثر وضوحا امام سفر اللويين وامام الزبائح وهل هناك اشارة للصليب في الزبائح في سفر اللويين وده موضوع حليتنا وهو ده لنتنوله في موضوع الحلقة بداية الحلقة بحب ارحب الفاضل الاخ اسكندر برحب بك اخ اسحاب اهلا بك عزيزي الرب يبركك مبسكين تكون معنا شكرا ربنا يبركك حبا مشاهدين زي ما تعودنا في كل بداية حلقة خلينا نطلب واجه الرب خلينا نرفع قلوبنا لله خلينا نلتمس حضور الله على وقت البرنامج والحلقة وكل فريق العمل ونكون واثقين ان الرب غرضه الاول وغرضه الكامل وقصده الكامل انه يريد ان الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق جبل واجه اطلب الاخ اسحاب انه نبدأ الحلقة بالصلاة تفضل الاخ اسحاب لك الشكر من كل القلب لانك اهلتنا ان ننادي بشخصك وعملك على الصليب من هو كفء لهذه الامور لكن كفايتنا هي من الله الذي جعلنا كفاتا لان نكون خدام عهد جديد نضع انفسنا بين ايديك ليستلمنا الروح الكدس ويتكلم على افواهنا نضع اذان المشاهدين وعيونهم بين ايديك ايضا لتستلم الكلمة فتصل الى القلب وتأتي بثمر امين امين ذي ما قلت في بداية الحلقة انه استعرضنا في الحلقة اللي فاتت الجزء الاول من الصليف العاد القديم عن اشارات الصليف في سفر تكوين اشارات الصليف في سفر الخروج وده بنتوقف قدام محطة مهمة جدا في كتاب مقدس وهو اشارات الصليف في سفر اللوين بداية حابب اقول الاخصحاء يدنا عشان يكون المشاهد مترابط ومتواجد معنا يعني تسميات بسيطة جدا اللي طرحناه في الحلقة السابقة عن اشارات الصليف في سفر التكوين ويفنا قدام تقريبا ثلاثة او اربع محطات رئيسية الزبيحة في جنة عدم زبيحة هبيل ويفنا قدام اسحاق ويفنا قدام الكبش اتفضل اخي اسحاق ده اللي شفناه في سفر التكوين وفي سفر الخروج شفنا ختان ابن صفورة بالضبط موسى موسى وشفنا خروف الفصح وشفنا اربع ابكار الذين رش الدم على الابواب بيوتهم الاربعة وكيف كان كل بكر في حال يختلف عن الاخر لكن ايا كانت حالتهم فهم متساون في الحماية على اساس القاعدة الزهبية ارى الدم واعبر عنهم هل تقدر تديني او تحط يعني تسمية لكل محطة وافنع عندها في سفر التكوين او الخروج مثلا لو حبينا نسمي الذبيحة او العمل العمل للرب لاجل ادم وحوق في جنة عدن نسمي ايه مش عارف حضرتك تقصد ايه يعني يعني نحط عنوان لكل محطة يعني مثلا هل نسمي نسمي الفداء في جنة عدن بعد كده نسمي القربان المكبول بالنسبة لزبيحة هبيل بعد كده نسمي الابن المقدم بالنسبة لسحق هكذا هو كل واحد من الزباء له اشارة اكيد يعني بيشمل الكل تقريبا يعني ما نقدرش نحدد ده ايه وده ايه لكن الفداء للكل والقربان للكل يعني ما نقدرش نحط عنوان مخصوص لكل واحدة منهم امين او اذا كان حضرتك عندك عنوين اتفضل لا انا بشوف يعني ان في جنة عدن كانت الصورة موضحة تماما او او بتاخدنا في بعض واضح جدا شكل واضح عن حكم الموت وتنفيذه ازاي الله لم يلغي الحكم كما يعتقد الاخرون لكن الرب نقل الحكم من على ادم الى الخروف اللي قدم نيابة عن ادم وحواء في جنة عدن لان البعض يقولك تب مع ادم وحواء ما متوش والرب قاله يوم ما تاكم من الشعر اللي موت انتو موتوش لكن في الموت حصل وحكم الرب حصل بس هو حصل ايه المبادلة في الزبيحة في الزبيحة بشوف في هبيل بشوف فيه نقل الوصية من ادم الى اولاده اللي حصل في جنة عدن بينتقل عن طريق ادم الاب الى اولاده بشوف فيه هبيل الشخص اللي اللي بيفهم وبيعي وبيدرك ان الطريق الوحيد اللي ارضاء الله هو من خلال تقديم الزبيحة سفك الدم بشوف فيه قيين الشخص السالك بهواه زي ما بنقول او بدماغه واللي بيحاول ان هو يوجد لنفسه طريق مختلف طريق الاعمال اللي يتعبد بها تقرب بشوف في اسحاق الطعا والابن الوحيد يعني الابن الوحيد مش باينة قوي او مش باينة خالص او مش موجودة في جنة عدن لكن موجود التركيز على الزبيحة ونقل الموت موجود في هبيل التركيز على انه ده الطريق اللي بيترضى بيه السماء الزبيحة لكن موجود في اسحاق الابن الوحيد اللي في حضن الاب اللي بيحبه الاب الأب بيقدمه والابن بيطيعه هناك زوايا متعددة لصليب المسيح وشخص المسيح في كل واحدة من دول لأن المسيح أكبر من أن تحده حادثة واحدة إحنا وصلنا إلى لسه الخروج مخلصناش طلبتها مش علق أنت قلت ليقول للعنوين بتاعت اللي فات فإحنا بقيت العنوين دون تعليق شفنا خروف الفصح شفنا أربع أبكار وشفنا عبور البحر الأحمر وشفنا خيمة الاجتماع وشفنا عبور نهر الأردن ده اللي شفناه في الحلقات السابقة والحلقة السابقة على وجه بالنسبة للصليب في صفر الخروج بالنسبة للصليب وزي ما قلنا قبل الكرة في صفر التاكوين بالضبط ندخل بقى للمشهد الكبير حتى يمكن بعض المسيحين بيقروا الحاجات دي يعني ويعدوا كده عليها مرور الكرام يعني هم مش فاهمين يعني إيه زبائح وإيه الغرض منها وليه كان بتقدم زبائح وإيه معنى كلمة زبائحة أصلا وهل هناك إشارات للصليب والمسيح في هذه الزبائح كلمنا الأول عن سفر اللويين ومعنى وإيه الغرض منه هو بعد سفر الخروج خروج الشعب من أرض مصر وتحررهم من العبودية جاءت أو جاء سفر اللويين ليبين اسلوب الاقتراب إلى الله وأنه بدون دم وبدون سفك دم وبدون زبيحة لا يمكن الاقتراب إلى الله وأن هذه الزبائح كانت تقدم بالإيمان بزبيحة أخرى أفضل وهي زبيحة المسيح على الصليب هؤلاء الذين أعلن لهم أنهم ليسوا لأنفسهم كانوا يخدمون بتلك الأمور بل روح المسيح الذي فيهم سبق فشاهد بالآلام التي للمسيح والأمجادة التي بعدها فكان إبراهيم بقدم إسحاء وروح المسيح في قلبه بيقوله أنه في حاجة تانية أكبر من إسحاءها تقدم روح المسيح شاهد فيه شاهد في داخله أنه في حاجة أهم بس إيه هي مش عارف أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي وتمنى أن يرى هذا اليوم في زبح إسحاء فرأى وفرح في إن إسحاء بعد ما تحط على المسبح نزل تاني إشارة للمسيح اللي مات وقام فهذه الأمور كلها كانت لها إرهاصاتها زلال لا هي زلال ولها إرهاصاتها في نفوس مقدميها وهم مش عارفين إيه بالضبط اللي هيحصل لكن روح المسيح فيهم بيقولهم ده في حاجة كويسة جاي الزبيحة الكاملة اللي هي شخص الرب يسوع عنهم فكانت تقبل الزبيحة لا على سبيل يعني في ذاتها قيمتها في ذاتها لكن كانت تقبل الزبيحة على سبيل المرموز اللي هو المسيح لأن حضرتك بزي ما قلت من شوية الطاعة كل تدبير من التدبير وكل دور من الأدوار كان له موضوع للإيمان يعني نوح ما كانش عنده موضوع للإيمان في الزباح ولا غيره موضوع إيمان نوح إن فيه طوافان جاي سدى إن فيه طوافان موضوع إيمان إبراهيم إنك هتنجب إسحاق سدى فتصديق الله في موضوع معين هو ده الإيمان هذه الموضوع تختلف لكن الإيمان واحد إيمان إبراهيم هو إيمان نوح هو إيمان هبيل هو إيمان سارة هو إيمان النزد كلها لكن موضوع الإيمان اختلف من التدبير إلى تدبير فقيل لهم قدموا زبائح قدموها بالإيمان طاعة وإيمانا طاعة وإيمانا اللي أدم الزبيحة في داريخها هو اللفس الشخص الذي يقبل المسيح النهاردة بالضبط نفس ده اللي عمل في ألبه لأن الزبيحة كانت تشير أو ترمز إلى المسيح بالضبط تمام في سفر اللويين هنقول العنوين بسرعة وبعدين نتكلم عن كل واحدة منهم بالتفصيل اتفضل كان هناك تقدمة للدقيق تقدمة الدقيق كانت تشير لتجسد المسيح ثم المحرقة هنشوف إيه هي ثم زبيحة السلامة وبعدين فيه زبيحتين زبيحة الخطية والإسم بس قبل ما هنحكي عنهم هنحكي عن زبيحة أكبر هي بتاعة يوم الكفارة العظيم يبقى عندنا تقدمة الدقيق واحد المحرقة اتنين السلامة ثلاثة يوم الكفارة أربعة زبيحة الخطية خمسة زبيحة الإسم ست هنتكلم عن ست نوع الضول بأكثر توضيح وإيه اللي بيشيره للصليب وزي نقدر نفهم الصليب من خلال يعني كل الزبيحة بالزبط طيب الأول الناس بتسمع كلمة زبيحة يعني خلينا برضو يقص حق معذرة يعني واحنا بنستخدم المصطلحات بتاعتنا المصطلحات دي معروفة داخل الجدران الكنسية المسيحية وفي الأوساط المسيحية لكن بالوقت واحد بيسمع لي زبيحة على طول بيروح في ذهنه زبح واحد أو زبحة بتاع يعني زبيحة وإيه المسمى هذا وإيه الغرض منه الزبيحة هي كانت حيوان يقدم لله تكفيرا رمزيا عن الخطية وكانت تسبح ثم تحرق بالنار وابراهيم واخد اسحاء يقول له هو زى النار والسكين سكينة للدبح ونار للحرق لكن تذكر النار قبل الزبح في ترتيب عكسي للي بيحصل لأن النار في نظر الله أهم من الدبح كلمة زبيحة دي مش هي القضية القضية في النار ما هي النار هي دينونة الله العادلة على خطية الإنسان فالإنسان لأنه بخطيته أصبح تحت حكم الموت ثلاث مرات ثلاث أنواع من الموت هنركن واحد منهم دلوقتي اللي هو الموت الجسد أو الموت الأدبي النار والسكين بيعالجوا نوعين من الموت السكين تعالج الموت الحرفي والنار تعالج الموت الأبدي فالسكين دبح لأنك يوم ما تأكل منها موت تموت يعني تندبح وتموت وتندفن في الأرض وده اللي حصل اندبح الخروف في جنة عدن ويتخذ أما النار جلده كسبي آدم أما النار التي تشتعل في الزبيحة فتشيل للنيران عدالة الله المزمعة أن تشتعل في الأشرار إلى أبد الأبدين والتي احتملها المسيح والتي يعفى منها كل من يقبل المسيح يبقى النار دينونة الله العادلة والزبيحة اللي هي الموت الأبدي النار والتاني اللي هي الموت الحرفي في السكين نبدأ بتقدمة الدقيق لا قبل بس تقدمة الدقيق هل رأيك قلت أن كلمة الزبيحة معناها حيوان يزبح لأجل التكفير عن الخطايا أيوة ليه ارتبطت ارتبط زبح الحيوان بالتكفير عن الخطايا ده رقم واحد أيوة رقم اتنين هل هناك شروط في تقديم الزبيحة ولا أي حيوان يزبح والسلام بالتكفير عن الخطايا ده كل الزبيحة لها نظام المهم اتفضل لماذا ارتبط الزبح بالتكفير عن الخطيئة يقول الرب لنوح في تكوين ستة نفس الحيوان في دمه نفس الحيوان في دمه وأي كائن حي لحمه دم نفسه في دمه فالدم ده يعبر عن النفس فبالزبح يصفك الدم أي يموت صاحب اللي بتاعده هو صاحب الدم اللي هي يصفك فالإن الإنسان يستحق الموت فبيصفك دم الحيوان إشارة إلى إن الإنسان يستحق أن يصفك دمه ويموت الموت الأول اللي هو موت الجسد ولكن الحيوان مات نياب عنه ويستحق جهنم النار الأبدية والحيوان خاد النار بداله يبقى الحيوان خاد نوعين من الموت الدفح أي الموت الحرفي والنار اللي هي الموت الأبدي اللي هو الدينونة الله العادلة فلابد من الزبح ليس لأن الله إله ده مويه بل لأن الإنسان أخطأ ويستحق الموت زبحا أو بغير زبح فالزبيحة بتدبع بتموت عشان هو ما يموتش وتاخد النار عشان هو ما يخدش النار وده موت روحي ده موت أبدي الأول روحي اللي هو نسترد من خلاله العلاقة مع الله والثاني أو الثالث اللي احنا نركن الثاني دلوقتي الثالث أبدي اللي هو الإنقاذ من بحيرة النار لا هو أنا كلمت عن موت الحرفي نمر واحد والموت الأبدي نمر اثنين أما الموت الوسطاني اللي هو الموت بالزنوب والخطايا الموت الروحي أو الأدبي فده ما تكلمناش عنه طيب نفس الإنسان أو الحيوان في الدم عشان كده ارتبط الموت بسفك الدم تمام وعشان ومن التعبير ده جيل تعبير الوارج الدارج يعني أنه الدم صار شريال للحياة فوجود الدم مرتبط بالحياة وصفك الدم مرتبط بالموت عشان كده رب سمح أن يكون المبادلة تحصل على زبح حيوان هو انتقال الموت من الإنسان إلى الحيوان تبليل زبح الزبح هي إشارة كاملة لتصفية الحيوان وإعلان كامل عن موته بسفك الدم وخروج الدم من جسده طيب نرجع بقى لموضوع أتبدأ بتقدمة الدقي احنا معنا ست نقط هناخد منهم واحدة واحدة وننشي زي ما الرب يعطينا من وقت ونتكلم في المفهوم الروحي لها والإشارة من خلال هذه الزبيحة أو تقدمة الدقي هو الزبائح بس يعني حاجة صغيرة بس عشان كون المشاهد متابع معنا احنا بسفر اللويين صاح 2 تقدمة الدقي قبل الزبائح التي تشير إلى زبح المسيح هناك تقدمة الدقيقة التي تشير إلى تجسد المسيح ما معنى الدقيق معناه أنه أبيض ناصع ثانيا زراته متجانسة ما فيش حتة مكالكعة وزر أكبر من زر لكن كل الزرات الدقيق متساوية ومتجانسة ايه المعنى؟ المسيح لما قال أنا هو الخبز الحي أو أنا خبز الله النازل من السماء أو اللي امتقى حبة الحنطة في الأرض وتمت هو حبة الحنطة فالمسيح هو الدقيق أو المرموز إليه بالدقيق في العهد القديم وهذه الأمرين القداسة الكاملة في لون الدقيق الأبيض وتجانس صفاته ما فيه صفة تضغل على الأخرى يعني هو مش عشان بيحب يتساهل بيحب آه لكن لما لقى الهيكل فيه باعة الحمام والصيارفة صنع صوتا من الحبال وطرد الباعة آه طرد الباعة قائلا لهم بيتي بيت الصلاة يدعى لأن غيرة بيتك أكلتني فالمحبة موجودة والغيرة موجودة والصرامة موجودة يعني صفاته تعمل بطريقة متجنسة متنغمة متوافقة أنا وأنت وأي حد ليه طابع مميز يقولك في لندا طيب في لندا بسيط في خلل مش خلال وتفاود فيه صفة غالبة آه فالصفة الغالبة بتميزني عن حضرتك لكن المسيح ما فيه صفة غالبة فيه على الأخرى صفاته كاملة متكملة كاملة متجنسة وتعمل معا بطريقة متنغمة ومتوافقة مع بعضها البعض ولما تولد من العزراء مريم كما أشارنا في حلقة سابقة القدوس الأبيض الكامل اللي مفوش عيب وإلي قبل ما يروح للصليب قال من منكم يبكتني على خطية بزرق حدش قدرت فده الدقيق الأبيض هذا الدقيق كان يقدم لله بأربع طرق طيب قبل الطرق ممكن أضيف حاجة في موضوع الدقيق يعني حريرك قلت أن الدقيق أبيض ناسا يشير إلى قداسة ونقود وطهارة المسيح القدوس نسوة المسيح آه كإنسان آه كلمت عن ذراته متجنسة بتكلم عن كمال صفاته اللي ما فيه صفة بتقوم على صفة ولا صفة تلغي صفة لكن كلها بتعمل بطريقة متجنسة متنغمة متوافقة مع بعض فيه جزء الثالث وممكن حدراك تصححني أن لا يمكن الحصول على الدقيق إلا بالصحق تمام يعني ما فيش أي وسيلة تاني هاتلي واحد على وجه الأرض يقدم لي دقيق بدون صحق والدقيق عشان نقدر نحصل عليه لابد الدقيق اللي هو المعروف لابد أنه هو الحصول عليه من صحق الحنطة حبة الحنطة فحبة الحنطة أيضا التي ماتت تشير إلى المسيح الصحق يشير إلى الصليب أيضا حتى في تقدمة الدقيق نرى فيها نسوط المسيح بشكل كامل وواضح ونرى فيها صليب المسيح تمام اتفضل كامل وديه الطريقة الأولى اللي كان يقدم بها الدقيق كان يقدم كدقيق خام بودر بودرة مسحوق آه ما هو كان في الطريقة دي مسحوق ولكن تقدمة الدقيق إشارة لسحق المسيح في حياته وألامه على الأرض إنه ما فيش دم كلها تمثل حياة المسيح وألامه وانسحاقه في حياته على الأرض فالتقدمة الأولى اللي هي الطريقة الأولى التي يقدم بها الدقيق كان الكاهن يملأ ملأ قبضته يمسك الدقيق في إيده كده لا يقدمه في طبق ولا في سلة ولا في غيره لكن يمسك باليد اش معنى ألا توجد طريقة أكثر تهذبا من هذه الطريقة الناس بتاكل بالشوكة والسكين وانت حضرة الكاهن تدخل إيدك في شوال الدقيق وتمسك وتقدم اش معنى هنا إشارة إن الدقيق كما يرمز للمسيح اليد اللي قال عنها سليمان باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح فالإنسان اللي بيمسك العالم بيقبض الريح لكن اللي يمسك المسيح يتملي قبضته يتملى كيانه بشخص المسيح دي أول طريقة تقدم أو كان يقدم بها الدقيق لله الثلاث طرق التانيين كان إما يقدم مخبوز في الصاق زي ما بيحطوا الناس البسكويت في الصاق ويدوا الفرن أو مخبوز في طاجن مطبوخ في طاجن أو يلقى في التنور مباشرة بس قبل ما يقدم بهذه الثلاث طرق كان بيتعامل فيه حاجتين الحاجة الأولى كان يولدت بالزيت يتعجم بالزيت الحاجة التانية بعد ما يتقرص يتمسح بالزيت يبقى فيه دقيق ملتوت بالزيت ومنسوح بالزيت معجوم بالزيت ومنسوح طب أنا بقى وأي إنسان مقرصين من إيه؟ من الطين ممسوحين بإيه؟ ولا حاجة لكن المسيح هو تقدمة الدقيق الملتوتة بالزيت والمنسوحة يعني إيه ملتوت بالزيت؟ يعني في بطن القديسة العزراء مريم المسيح تكون بالروح القدس ده المعجوم بالزيت ثم الممسوح بالزيت إشارة إلى مسحة للخدمة روح السيدة الرب عليها لأنه مسحني لأبشر المساكين الذي مسحه الله بالروح القدس وقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليه هذا الشخص الممسوح واللي أصلا مكون بالروح القدس كجسد الطهر مولود به من الروح القدس هذا الشخص ما كان له أن يتألم وهي ليست ألام الصليب لكن ألام في حياته منها الألام في الطاجن زي الدقيق في الطاجن الطاجن بيخفف النار ما يخليهش توصل أكتر من درجة الغليان درجة مية أما اللي في التنور ده نار شديد نار محمية أما اللي على الصاج فيبين ألامه الظاهرة يعني المسيح كانت له ألام ظاهرة شافة كل الناس ودونت في الكتاب وبصفة خاصة في سفر المزامير لكن هناك ألام داخلية للمسيح ما حد شايفها زي المرمية في الطنور ففي حاجة على الصاج مكشوفة يعني في مصر وفي حاجة في الأعمق في مصر لما كانوا يحبوا يعملوا بسكويت على العيد يخلوا حد من الأولاد يشيل الصاج كده أو يمشي في الشارع والناس كلها تشوف أن دول عملوا بسكويت فكشف فاللي على الصاج مكشوف لكن اللي جوه اللي في الطنور ده مخفي فالمسيح تألم ألاما كثيرة جدا في حياته على الأرض ألام الخزلان وأمام الانكار وألام الانه هو محتقر ومخزون من الناس وألام الوحدة سابوه وحداني إلى آخره كل هذه الألام في حياته قبل الصليب تمثلها تقدمة الدقيق بعد تقدمة الدقيق تأتي المحر معلش يعني أنا أتوقف بس فيه عشان القارئ يكون منتبه معنا في تقدمة الدقيق يعني في صاحة نين إذا قرب أحد قربان تقدمها للرب يكون قربانه من دقيق يسقب عليه زيتا وهجعل عليه لبانا ليه لبان هنا مع الزيت؟ الزيت زي ما قلنا رمز للروح القدس اللي حبل بالمسيح في بطن العزراء حبل به بالروح القدس ده الملتود بالزيت والمنسوح بالزيت زي ما قلنا أما اللبان فهو الرائحة الطيبة التي رائحة المسيحة التي فاحت في حياته على الأرض عندما يعني شوف حضرتك لما راح يتعمد المسيح انفتحت السماء هو تعمد ليه؟ قال لي يوحنى ينبغي لنا أن نكمل كل بر طب انت ما عملتش البر ما انت عملت كل البر مش نقصك ولا بر عشان تكمله ما هو نوع البر الذي لم يكن المسيح قد أكمله ساعة المعمودية ويريد أن يكمله يوحنى يقول له مش ممكن ده انت أحسن مني أنا محتاج أن أعتمد منك لأنها معمودية التوبة لمغفرة الخطايا وده ما عملش خطيئة قال له اسمح الآن لأنه ينبغي لنا أن نكمل كل بر أنا لو ما عملتش كده وانزلت في المية مع أخوات اليهود اللي بيتعمده يبقى أنا أظهرت نفسي أن أنا أحسن منه يبقى أنا مقعت في خطيئة أيوب اللي عمل روح أحسن من الناس لا أنا زي زيهم معيني ما عملتش خطيئة لكن أضع راسي وسط الروس عشان أكمل الحتة دي عشان ما تبقاش نقصني حاجة فلما نزل في المية واعتمد السماء غارت اللي عدي ينزل إزاي في وسط الخطاة الدول فانفتحت السماء عشان تشهد بشهادة تقول إن ده يا ناس ما هو شراء راجل خاطئ أمه ليه انفتحت السماء وصوت من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سرد مش بس عشان تشهد ليه في الأرض لكن كما لو كانت السماء زي واحد في البيت قاعد وهتفوت في الشارع استعراض مثلا أو حاجة زي كده فنادى الأولاد يتفرجوا من البلكونة تعالوا يا أولاد شوفوا منظر عجيب فالسمن فتحت ثلاث مرات مرتين عشان الناس اللي في الأرض التعبنين يشوفوا حاجة حلوة في السماء أما المرة التال بتاعت المفتاحة ساعة المعمودية عشان السماء نفسها تشوف حاجة حلوة على الأرض إيه إيه الحاجة الحلوة هذا هو ابن الحبيب إيه الحاجة الحلوة إقامة العازر لا شفاء المولود أعمى أكتر من كده أمه ليه فيه أكتر من إقامة العازر وشفاء المولود أعمى لا تعالوا يا جماعة اللي في السماء شوفوا حاجة فريدة ما حصلتش على مستوى التاريخ إيه إيه إنسان صرع كل البر ده الإعجاز الأدب بتاع المسيح يكمل كل بر ده تخدمة الدقيق اللي مية ما يرى فالدقيق كان يسكب عليه زيتا رمزا للمسحد والروح القدس كان يجعل عليه لبانا رمزا لرائحة المسيح الذكية سما فرحة المسيح هو القدوس المولود من الله هذه في العلاقة بينه وبين الرب لكن في نفس الوقت أظهر سلوقا طيبا إيه إكماله كل بر في الوقت اللي فشل فيه الإنسان أن يصنع البر تمام طيب نروح للمحرقة ويعني إحنا كنا في تقدمة الدقيق صاح اتنين هنرجع صاح ونروح للاويين واحد المحرقة المحرقة كانت أساس كل التقدمات لأنها كانت مرتبطة بتقدمة الدقيق يعني تقدمة الدقيق كان ملحى للمحرقة وزبيحة السلامة كانت تقد على المحرقة والمحرقة لا يذكر أنها زبيحة لكن تذكر محرقة بالضبط لأن الزبيحة تقد فيها النار بينما تحرق بالنار آسف الزبيحة تحرق بالنار لكن المحرقة لا تحرق توقد توقد زي الشامعة اللي بتوقدها مش بتجيب شوية حطة بتحرقهم ده أنت بتولع الشامعة وبيتحطه حين في الشامعة ريحة حلوة فإيقاد المحرقة لإصعاد رائحة طيبة أمام الله فالمحرقة أولا كانت تقدم بتمامها لله توقد كله على المسبح لا للكاهة النصيف فيها ولا لمقدمها ولا لأي حد يأكل منها حاجة خالص كانت كلها بشحمها ولحمها توقد أمام الله لتصعد رائحة طيبة وجلد المحرقة فقط هو اللي كان يترك ولا يحرق بالمقابل زبيحة الخطيئة كانت يحرق جلدها نمر واحد ولحمها فجلد المحرقة زي ما شفنا مرة قبل كده يترك إشارة للرداء اللي هيلبسه الإنسان يتبرر بي أمام الله واللي لبسه آدم وحواف في جنة عدو اللي عايز أقوله بالنسبة للمحرقة كانت توقد بتمامها لله فيشتمها الله رائحة طيبة وكانت إشارة للمسيح الذي وضع نفسه وأطاع حتى الموت بإرادته وليس رغما عنه قدم نفسه لله زبيحة ومحرقة رائحة طيبة قربان رائحة طيبة فالريحة الطيبة صعدت من المسيح وهنا لا علاقة للمحرقة بالخطيئة عشان كده لا تذكر اسمها زبيحة مفهاش دبح معنا ندبح ولا النار الحر لكن تذكر أنها توقد بتمامها لأنها كانت تمثل أنها رائحة سرور للرب تمام وكانت قربانا صحيحا زكرا وفي حياته المسيح كلها عمل ما يرضي الله أو ما يجبع قلب الله ومسرة الرب بيده يتنجح ثم لما مات على الصليب قال أضع ذاتي مننا أضع نفسي من ذاتي ليس أحد يأخذها مني بل أضعه أنا من ذاتي لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا لهذا يحبني الآب هو الآب مش بيحبك من الأزل بيحبك وبيحبك على طول كما لو كان يريد أن يضيف سببا جديدا لمحبة الآب له أنه قدم نفسه لله عشان يشبع قلبه بما لا علاقة له بنا نحن ملاش دور في الموضوع ده ده الموضوع كله أنه يرجع المجد لله ويسر قلبه وينجح فيما فشل فيه الإنسان الأول ويصحح مشروع الله اللي خربه الإنسان فيه إنسان تاني هو إن كان ده فشل وريحته مش كويسة أمام الله فيه إنسان جديد تاني جيه عشان ينجح في إتمام مشيئة الله فده عشان كده المسيح كان كالمحرقة أنا عايز بس أقدم ملاحظة أخي سحاق يعني دقة الوحي يعني لو كان الكتاب المقدس كتاب كتابه البشر بعيدا عن الروح القدس يعني إحنا بنتكلم عن المحرقة يعني حاجة تتحرق يعني زبيحة تتدبح لكن دقة الوحي ما يسميش في المحرقة كلمة زبيحة أبدا خالص لكن يطلق عنها كده في آخر آية عدد السبعتاشر إنه محرقة وقود رائحة رائحة سرور للرب تمام يعني أنا بشوف عظمة الوحي والروح القدس في تدوينه لهذه الأمور يعني لو كان الموضوع كلام متأسف في التعبير هقوله متأسف جداً كلام مصاطف مكتب زبيحة المحرقة وأنها زبيحة تذبح يعيب وأقول كل الكلام ده لكن شوف أنا براجع الإصاح كله ما فيش كلمة زبيحة خاصة رغم استخدامه في عدد حداشر ويزبحه على جانب المزبح إلى الشمال أو من رب رغم استخدام كلمة يزبح لكن لم تطلق عليها كلمة زبيحة تمام لأن الروح القدس والوحي مش كلام بشري ده كلام الله ويقصد من خلالها أن المحرقة ليست زبيحة لكنها وقود متصاعد دخانه يتنسم الرب من خلالها رائحة سرور للرب هي رمز الحياة المسيحة الطاهرة التي يعني رأت فيها سماء نموذج كامل صالح لما كان يتمنها الله من وجود الإلسان على الله تمام رمزا لموت المسيح كمحرقة وإصعاد هذه الرائحة بقود رائحة سرور أمام الرب عشان كده زي موت حدك ساعة المعمودية هذا هو ابن الحبيب اللذي به سرورة سرورة هو موضوع سرور قلب الله مصارمة الرب بيده يتنجح والآية اللي بتقول اللي بيقولها المسيحيين كتير في الكريسماس المجدول الله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة فاكرين بالناس المصرة يعني الناس تفرح لا دي مش مصرة الناس لكن مصرة مين مصرة الله بمين بالناس انهي ناس دول الناس اللي على رأسهم المسيح رأس الخليقة الجديدة اللي أصر قلب الله واللي هم في محرقته بيسروا قلب الله عشان كده مقدم المحرقة كان يضع يديه على المحرقة فلما يحط ايديه مش بيقرب بخطيات زي زبيحة الخطيئة لكن بيحط ايديه على المحرقة لتنتقل كمالات المحرقة إليه ولما المحرقة توجد على المسبح هو في ظل هذه الرائحة لأنه وضع يده على المحرقة في ظلها يتنسم الله منه رائحة السرور وهنا بالناس المصر هي موجودة في عدد أربعة لوين واحد عدد أربعة ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه لماذا كان يرش الدم مستديرا على المسبح؟ كل شيء في خيمة الاجتماع كان يتقدس تقريبا بالدم فكان لابد من وجود الدم في كل شيء في كل صغيرة وكبيرة في داخل وبعدين هذا الدم ما كانش يدخل به إلى قدس الأخداس لا ويرشون الدم عدد خمسة ويرشون الدم مستديرا على المسبح الذي لدى باب خيمة الاجتماع وهذا المسبح لسه ما كمناش كلامنا اسمه مسبح المحرقة لماذا؟ هو أولا مسبح النحاس يذكر كثيرا أنه مسبح النحاس لأنه مصنوع من خشب الصنط ومن غصب النحاس لكن يذكر أنه مسبح المحرقة بصفة خاصة لماذا؟ لأنه بالإضافة للمحرقة التي كانت تقدم بصفة غير دورية كانت هناك محرقات تقدم بصفة يومية صباحا ومحرقة تقدم بصفة يومية مساءا كانت محرقة دائمة يقول النار لا تنطفئ من على مذبح المحرقة في الصباح يعملوا محرقة توقت طول النهار وفي الليل تتبقى محرقة توقت طول الليل مش معنى؟ عشان الريحة الحلوة دي هيا تخلي شعب إسرائيل إن كانوا في النهار ولا في الليل متغطيين بالريحة دي هيا إشارة لمحرقة المسيح الكاملة اللي احنا في ليلنا ونهارنا مستورين بيها تحت مظلاتها عشان كده قال تعبير يعني فيارد علي للتكفير فالتكفير معنى الغطاء بالضبط وبعدين مش بس في الليل والنهار اللي هو الحرفي لكن أيضا في أيا كانت حالتنا يعني شعب إسرائيل ما كانوش في حالة الكمال بصفة مستمرة اطلق وهنشوف ولحنك في العهد بنوصل للكمال المطلق لكن هم تحت مظلة المحرقة الدائمة ليلا ونهارا وكذا نحن في المسيح نصل للكمال هم مقبولين وراحتهم حلوة مهما كانت حالتهم المحرقة بتدي مركز مش حالة مركز قانوني أو مركز شرعي يعني أنا مثلا دكتور خدت شهادة البكالوريوس الطب وأصبحت دلوقتي طبيب واشتركت في النقابة سليم أصبح مركز الشرعي طبيب لكن ما فتحتش عيادة ما مارستش الطب ما لم مارست طب فحالتي أنا مش بشتغل دكتور لكن مركز القانوني أنا دكتور زي تعرفنا لكلمة القداسة هي مقام وحالة مقاوة فنحن في نظر الله قدسي من خلال عمل المسيح لكن نجب أن يتبع هذا حالة نعيش بها في حياتنا وسلوكنا وتصرفها المحرقة بقى كانت أنواع كانت تقدم أحيانا كثور بالزبط وده إشارة إلى القوة والصبر في العمل والكتاب يقول كسرة الغلة بقوة الثور فهنا نشوف زي المسيح كالمحرقة بيدي قوة لهذه الزبيحة كان يقدم كخروف أحيانا كانت المحرقة تبقى خروف إشارة لإيه؟ إشارة للطاع كشات تساق إلى إيه؟ إلى الزبح وماعز كان يقدم أحيان كثير كزبيحة خطية لكن برضو كان ينفق وده موجود في عدد عشر وكان يقدم يقدم اليمام بالزبط اليمام اللي هو بيطير غير مستأنس اليمام والحمام الحمام حاجة من أفراخ الحمام الحمام ده حاجة غير اليمام اليمام غير مستأنس يطير ما يعودش في البرج إشارة للمسيح السماوي المعتفل أما الحمام فيشير إلى الصمت الحزين يقول إيه في المزمور على الحمامة البكماء فلم يفتح فاه ما فتحش حنكو لما جوم يقبضوا عليه حتى قالوا له لماذا لا تتكلم؟ أما تجيب بشيء قال إنت قلت لا تسمعونني وإنت كلمت لا تطلقونني أنا مش هتكلم فكان كشات صامتة أمام جزيها هذه الحمامة البكماء أو الخرساء يقول عنها أحد الشعراء العرب خرساء لم ترزق براعة منشدي هتنطأش أمام وبعدين أه بعد كده المحرقة كانت إيه كان يجي الكاهن يعمل إيه كان يجي الكاهن يلبس سياب بيضاء بعد ما المحرقة تخلص النار بتاعتها وتبقى رماد يأخذوا الرماد ويحطوا شرق المسبح بالزبط شرق المسبح يعني ولا ضغره لأنه كان بيخش من تجه للغرب والماء والورى ظهره الشرق فكان يحطوا في الشرق حيث تشرق الشمس هنا بنشوف في الرماد بتاع المحرقة موت المسيح انتهاء حياته خلاص بيقى رماد المحرقة بيقى رماد فهنا نشوف الموت الفعلي للمسيح بيلاتو استعجب إنه هكذا مات سريعا إزاي يعني مات سريعا فدع قائد المئة اللي كان معاسم عشان يتحقق من الأمر معاين لكل حاجة والقائد المئة لما شاف العسكري بيطعن جنبه ويخرج دم وماء قال بالحقيقة كان هذا ابن الله فقائد المئة اللي هو المسؤول عن أطاء التقرير لطب الشارعي زي ما في أيامنا طب شارعي لبيلاتو لبيلاتو رأي قائد المئة وقال له فهنا اقتنع بيلاتو إنه مات مخايف يكون ما ماتش ويوسف يروح ياخده يسعفه ويخليه صحة تاني لا اقتنع أنه مات فواهب الجسد إلى يوسف فموت المسيح تم بحقيقة وليس غيبوبة وكان ياخده حطه في الشر حيث تشرق الشمس وشرق الشمس هنا على الموضوع ده نشوفه مزمورة 19 لا شيء يختفي من حرها كل حاجة تحت الشمس تتكشف فهنا نشوف كشف موت المسيح لما يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه إلى آخره يقول الشمس لا شيء يختفي من حرها والرسول بوليس في رومي 10 يقتبس هذا الموضوع البشارة بموت المسيح زي الكرازة بتاعت الشمس والأمر والنجوم يقول إلى كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم من مزمور 19 فالشمس المشرق على الرماد بتعطينا صورة أن موت المسيح ده حقيقة جالية وشيء ظاهر قدام الناس آه ظهار وبعدين مش بس كده بعدما الشمس تشرق عليها يغير هدومه يلبس هدوم تانية ويأخذ الرماد يحطه في مكان طاهر إشارة للدفن بقى حيث دفن الرب يسوع في قبر جديد إشارة يشير إليه المكان الطاهر قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط إش معناه لأن القبر في العهد القديم كان نجس والرب قال للفرسيين تشبهون قبورا مبيضة من الخارج جميلة ومبيضة تظهر للناس جميلة لكنها من داخل مملوقة عظامة نجاس عظام أموات وكل نجاسة فالمسيح لم يدفن في قبر قديم عشان ده نجس مع أنه لو ننزل في القبر النجس هيطهره زي ما طهر الأبرص لكن عشان يتم النموس تمام يتحط في قبر جديد ودي بتجاوب لنا على سؤال مهم لما اللهوت كان في النسوت أو في المسيح كلمة نسوت مش عجباهم يا سيدي لكن كلمة لهوت موجودة كلمة لهوت موجودة يحل كل ملء لهوت جسدياً وهو في القبر برضو لأن لهوته لم يفارق نسوته لحظة لأنه بعضي بيفتكر أنه لهوت ده يا أخي سحاق كانها قطعة لحم أو شيء ماد ملموس يقولك يعني من متع الصليب الله أم الإنسان أم الله الإنسان معا فكيف يموت الله وقال الإله قبل الموت فهو فاكر إيه أنه لهوت ده قطعة لحم موجودة ولا جزء ولا شيء ماد ملموس مدمج أو لاصق في المسيح فإزاي لما موت المسيح إذن أنا موت اللهوت هو لا يفهم أن الله روح ويستطيع أن يتواجد في المسيح ويموت المسيح ولا يفارق اللهوت يعني على الصليب كان المسيح الإنسان الكامل والله الكامل وعشان كده زبيحتك الإنسان الكامل دون اللهوت تكفي واحد أصد واحد يعني لو ما فيش اللهوت في المسيح وهو إنسان بر كان هيموت عشان أنا بس أو عشانك أنت بس لكنه مات من أجل الجميع إزاي اللهود بتاعه في هذه الإنسانية أعطى إلى زبيحته الشمولية قيمة غير محدودة شمولية تشمل وتستطيع أن تحمل خطايا العالم لأنه هو زحمل الله الذي يرفع خطيئة العالم مات من أجل الجميع عارف الموضوع ده طبعا إحنا بنستخدم التجبيهات عشان عقلنا البسيط نقدر نوصل من خلاله طبعا الله غير محدود فما نقدرش نحن بعقلنا المحدود نستوعب حقيقة كبيرة وعظيمة كطبيعة الله فمن أحد التجبيهات حد قال كده قال إن القهربة شيء موجود فعلية لكن هل تقدر ترسم القهربة هل تقدر تشكلها هل تقدر توصفها تحس بها تحسها تقهربك تنتفض ترى الأجهزة بتشتغل من القهربة يعني كل ما يقدر حولك يتكلم عن القهربة موجود لكن ما تقدرش ترسمه تقدرش تمسكه تقدرش تتخيلها طيب القهربة عشان تنتقل لنا بتنتقل لنا من خلال إيه سلاك سلاك بالزبط السلك ظهر قدامي عبارة عن إيه حاجة بلاستيكية ما لهاش أي قيمة لكن داخل أنا مدرك تماما إن داخل السلك ده مار القوة أنا ما أقدرش أتعامل معاها مباشرة لكن لا أقدر أتعامل معاها من خلال السلك القوة دي اسمها قوة القهربة أنا ممكن أخذ السلك ده أقشره أقطعه لكن لا أقدر أن أصل إلى قوة القهربة التي في داخل السلك نعم هو ده اللهوت والنسوت يعني طبعا حاجة أريبة يعني حاجة أريبة عندنا أمثلة كتير جدا لكن أنا معرفش عند الموضوع ده والعقل يقف يقولك إزاي ربنا يسي الله ما سابش السماء الله ما سابش السماء الله مش محدود الله ما أخلاش مكان وتواجد في مكان آخر فأصبح هذا المكان شاغل أو عامر بوجود الله وهذا المكان فارغ من وجود الله الله غير محدود يستطيع أن يتواجد والله مش كيان ملموس الله روح يستطيع أن يتواجد في أي مكان الله فوق الزمن فوق الزمنية وفوق أي أنه يحد بمكان لأن الله غير محدود أدي لك مثال تاني بس عشان نقطة دي لأن إخواتنا المسلمين وقفين عليها يعني بصعوبة وتقلت عليها أبيات أشعار لابن القيم والناس يقول لك كيف يموت الإله وهل الإله ومن الذي مات إن كنا الناس وحده إذن العمل أصبح ناقص لأن الإنسان محدود ولا يستطيع أن يوفي أو يشمل كل البشرية وإن كنا أن الله مات مع الناس وحده فكيف يموت الإله طيب بطرس قاله هلنا اتفضل قول بطرس قال إيه وانا هدي المثل دلو المسيح تألم من أجل الخطايا البر من أجل الأسمة لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محين في الروح بسيط يعني الأمر بسيط ولما حضرتك قبل ما أم تكلم كنت بقول إن اللهوت في المسيح وهو على الصليب كامل كل اللهوت وفي القبر أيضا أيضا آه في القبر إن الزمن القبر طاهر وهو جسد طاهر فاللهوت لم يفارق نسوته لحظة تلاقا ولا طرفة عين وهذا ليس أنقص في اللهوت لا لأن اللهوت مش مادة ملموسة يعني هنصمر فيها ونقول بقى ده اللهوت ده اللهوت ماد ده اللهوت يعني لا اللهوت طبيعة يعني مثلا أنا بقول لواحد في سنة 81 من الذي قتل الرئيس السادات عند أربع إجابات عند أربع إجابات الذي قتل هو محمد أنور السادات إجابة صح أي الذي قتل هو رئيس جمهورية مصر العربية إجابة صح الذي قتل هو الرئيس محمد أنور السادات إجابة صح الذي قتل هو القائد الأعلى لقوات المسلحة إجابة صح لكن اللي ما تشف علي مين محمد أنور السادات الإنسان محمد أنور السادات لكن هل الرئيس الرئيس قتل كصفة قصفة الصفة لا تقتل فاللهوط طبيعة اللهوط جوهر لا يقتل ولا يموت لكنه موجود الأمر بسيط لكن لو أعطينا هدوء لعقلنا نقدر نستوعب كل الأمور تفضل ندخل على زبيحة السلام ولا عندك ليس تكلمة في المحرقة في المحرقة نشوف إن كان في حاجة تانية إحنا شفنا دفن المسيح يعني مش بس موته والشهادة أنه مات فعلا من قائد المئة لكن عملية دفن المسيح في القبر عشان تؤكد حقيقة أنه مات فعلا وليس في غيبوبة وهذه سلسة أشياء موت المسيح ودفن المسيح ثم قيامة المسيح هي الإنجيل بولوس في خلونسس الأولى 15 يقولوا عرفكم بالإنجيل الذي بشرتكم به أن المسيح أسلم من أجل خطيانة حسب الكتب وأنه دفن طب وإيه يعني دفن مش لازم الدفنة دي لا لا لازم وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب فدفن المسيح إشارة جالية على حقيقة موته موتا كاملا تمام أمين تمام ندخل لزبيحة السلامة زبيحة السلامة كان المقصود بها اللويين الصح 3 آه كانت تقدم عشان تبين فرح قلب الآب السماوي بسلامة مقدمها وهو بيشكره على هذه السلامة نقدر نسميها زبيحة شكر زبيحة شكر وتزبيح يقول لك شكر وتزبيح سلامته نشوف النص فين يقول إيه يقر بيها لأجل الشكر عشان خاطر زبيحة شكر وتزبيح زبيحة شكر سلامته لوين 7-15 أنا بقر من النص عشان ما أقولش كلمة غلط وهذه الزبيحة كان يشترك فيها الجميع بخلاف زبيحة بخلاف المحرقة محدش يكن منها خالص خالص وبخلاف زبيحة الخطيئة كانت لها نظام تاني أما هذه الزبيحة السلامة فهي الوحيدة التي كان يأكل منها الجميع الكاهن ومقدمها وبقية الإيه وعمة الشعب فكان الله في الأول يأخذ الشحم وزيادة الكبد مع الكليتين فالشحمة بتاع المحرقة بتاع السلامة والكبد والكلية يتحطوا على النار عشان يصعدوا رائحة أمام الله ثم يأخذ الكاهن الصدر لا أعشف الكاهن يأخذ الساق اليمنى الرجل اليمين بتاع الزبيحة عشان يأكلها والكاهن هنا نشوف فيه كهانوت المسيح وكهانوت المسيح يتم لنا وليخدمتنا بقوة تماثل قوة رجل الزبيحة وبعدين هارون وبنيه يأخذوا الصدر مكان الأحشاء والعواطف فهارون وبنيه ومثلوا المؤمنون جميعا لما يذكر هارون وحده يمثل المسيح لما يذكر هارون وبانوه يمثل جميع المؤمنين اللي رأسهم المسيح فهارون وبانوه هنا يمثلوا المؤمنون يمثلوا المؤمنين ويأخذوا الصدر أي مكان الأحشاء والمحبة فهم لهم محبة المسيح في هذه الزبيحة أما مقدم الزبيحة فهيأخذ هو كل ما بقي منها لكي يأكلها فهي زبيحة شكر وسلامة وشاركة بين الجميع بين الجميع وهذه الشاركة تبدو في أقوى صورها عند التقدم للتناول من مائدة الرب كلنا بنروح نشكر وبنذكر موت المسيح وبنقدم الشكر والتزبيح وكلنا بنشترك بنتناول وبنشترك مع بعضنا زبيحة الخطيئة زبيحة الخطيئة الأوين أربعة قبل زبيحة الخطيئة في زبيحة تانية جات في الأوين 16 وهي يعني في الترتيب التدبيري قبل زبيحة الأوين أربعة هي جات في 16 صحة لكن هي مكانها في التطبيق العملي قبل أربعة ليه بقى؟ لأنها تمثل الكفارة العامة بينما بتاعة الأوين أربعة تمثل الخطيئة الخاصة فالكفارة العامة اللي تشمل الكل تأتي أولا ما هي زبيحة يوم الكفارة العظيم بتاع الأوين 16 يوم الكفارة العظيم ده كان يوم عشرة شهر سابعة عشرة سابعة في التقويم العبري القمري ويمثل في التقويم العربي عشرة رمضان عشان ما ننساش عشان نفتكر يوم كيبور يوم الكفارة اللي حصل فيه الحرب المجيدة بتاعة مصر لما انتصرت كان يوم كيبور يوم عشرة رمضان لو ستة أكتوبر في التاريخ التقويم الميلادي فيوم عشرة شهر سابعة كان يوم كفارة عظيم يعمل فيه هارون الآتي يلبس يابن بيضاء من كتان أبيض ويفي الفلنة من جوه كتان أبيض والسروال كتان والجبة كتان وعمامة من كتان أبيض يعني قميص كتان سرويل كتان يتنطق بمنطقة كتان ويتعمل بعمامة من كتان أربع حاجات كتان أربع أنواع أو أربع أجزاء في لبسه ليه بقى هذا الكتان يمثل لنا النسود بتاع المسيح اللي قلنا عليه الدقيق بصدر أبيض فهنا نشوف هارون في هذا اللبس يمثل المسيح في تنازله في جسد الاتضاع وبعدين يجيب إيه يجيب طور عن بيت أبيه وتس عن الشعب الشعب يجيبه تسين ياخد منهم واحد نشوف دلوقتي يقدم طور عن بيته عن نفسه وبيت أبيه وعن الشعب كله تس جدي أيهما أكبر عدديا هارون وابنو أم الشعب كله العبرة ليست بالكسرة العددية والقلة العبرة بتقدير الشخص لشناعة الخطيئة هارون باعتباره في مركز ديني يقدر تماما أن الخطيئة كبيرة وأنها تحتاج إلى طور يقدم طور ده في نظره الخطيئة كبيرة قد كده أما الشعب العلماني اللي هو في الخارج اللي ما عندهش تقدير كبير زي هارون بيقدم تيس على قد تقديره طيب الشعب تقديره للزبيحة تيس وهارون تقديره تور الله تقديره أديه وده السؤال هل هناك زبائح ترضى الله مش ممكن اطلاق الله تقديره لا بدم السيران ولا تيوس يرضى الله الله تقديره حاجة على أده اسمها حمل الله ابن الله اللي جاء عشان خاطر يتجسد ويموت على الصليب هو دي الزبيحة اللي تقابل تقدير الله للخطيئة وشناعتها يعني الشعب محتاج لتيس هارون محتاج لتور الله محتاج لحاجة أدى الله نفسه ولن يكون هذا إلا المسيح شخصيا عشان كده جاء المسيح اللي يموت على الصليب كزبيحة خاطية عشان خاطر يكفر عن خطيئة وبعدين يعمل ايه في التور يجيب التسين برضو اتنين من التيوس يضرب قرعة على أحد التسين عشان يتباحوا والتيس التاني هنشوف دلوقتي يعمل في ايه فياخد التيس الأول يتباحوا وياخد دمه يبقى عندنا دم حاكتين دم تيران دم التور ودم التيس الأشار إليهم كاتب العبرانيين دم ثيران ودم تيوس يعمل ايه بالدم ده يدخل به إن كان مع بعضيه في مرة واحدة أو في مرتين مرة بالدم التور ومرة بالدم التيس ما قال لناش الكتاب فيدخل بدم التور ودم التيس إلى القدس اللي هو بره فيه دار الخارجية وبعدين مبنى خيمة الاجتماع فيه القدس وبعدين فيه حجاب وورا الحجاب فيه قدس الأخداس فيدخل إلى القدس ويعدي من وراء الحجاب من باب الموارب يعني الحجاب كان عبارة عن ستارة يشد ستارة من جنبها معلقى فوق بقى يخش من وسطها ازاي ما هو محتة واحدة فيدخل ويلقى جوه حاجة اسمها التابوت طبعا الحلقة لن تسمح بأن احنا نحكي لا ده موضوع التابوت وخيمة الاجتماع موضوع كبير مش نحكي لكن خلينا نركز على الدم عشان بس يكون المشاهد يركز معنا بيتاخد تسين بيلقى قرعة واحد بيتدبح واحد بيفضل حي ما احنا نكلم عن الدم الدبح دلوقتي يتعامل فيه ايه اه الدم اللي الدبح بتعتيس واحد منهم اللي الدبح اه لكن التاني مازال حي مازال حي اه ياخد الدم ما انا مش احكي عن التابوت طبعا من غير ما تقول حضرتك لكن يعني التابوت كان عبارة عن حاجة او صندوق وعليه غطى دهب بمثل حضور الله واللي عايز اقوله في التابوت قابل حضور الله ان هناك ملاكين من دهب كل ملاك منهم من فصيلة الكاروبيم وكل مفرد كاروب فهنا كاروب وهنا كاروب ملاك من دهب الكاروبيم هما الملائكة المختصون بالقضاء بالضبط اللي منهم عدى اللي منهم وقف على باب الجنة واللي عبر في اسرائيل في قتل الابكار الملاكين دول نظرين الى اسفل يبصوا على الغطى وجناحتهم مرفوعة الفوق يعني زي عربية بوليس مدورة المكنة مستنية تطلع تنفذ الاوامر حالة الاستعداد حالة الاستعداد مستعدين عشان يطلعوا يطلعوا يعملوا ايه تنفيذ القضاء عمالهم قضاء فبس مستنين ياخدوا الوردر او الامر فيلحاهم رئيس الكهنة قبل ما ياخدوا الوردر يخش وراء التابوء وراء الحجاب ويرش الدم على الغطاء تحت نظر الملاكين او ملكين فياروا الدم ياروا الدم تنطبق القاعدة الزهبية ارى الدم فاعبر دم عن تور بتاع هارون يبقى اعبر عن هارون وبنيه ودم التس عن الشعب فيعبر عن الشعب وبنيه يبقى ارى الدم واعبر عنكم فدي كفارة عامة تتم يوم الكفارة العظيم لمدة سنة كفارة سنوية وكان فيها كل سنة بتتكرر كان فيها كل سنة ذكر للخطية لما روح للدكتور ويكتب لي دواء ويخلص المفعول بتاعه وروح يكرر الدواء بامر الطليل فالزبائح كانت تكرر كل سنة عشان خاطر كل سنة فيها ذكر للخطية يعني الخطية ما تمسحتش لس لكن بتؤجل تنفيذها للسنة اللي بعدها وهكذا ده بالنسبة للدم بتاع الخروف تيس المدبوح والطور أما التيس الحي فكان يعمل فيه حاجة عجيبة كان يأتي بالتيس الحي ويضع يده على رأس التيس الحي وعكس المحرقة كان بيضع يده على المحرقة فتنتقل كمالات المحرقة إلى مقدمها هنا بقى العكس العكس يعني تنتقل الخطية مني إلى التيس من الشعب كل يقر بكل سيئات بني إسرائيل وخطيئهم ويحطها على دارة ويقول رئيس الكهنة نيابة عن الشعب نيابة عن الشعب يقر بكل خطيئهم وسيئاتهم ويضعها على رأس التيس ويطلقه بيد من يجده بيد من يرسل أي واحد معه التعالي عم خده خده ويطلقه في البرية يطلقه في البرية إلى أرض قفر مفاش لأكل ولا شرب ولا مية ولا حاجة لكي يكون مقال هذا التيس هو الموت ما خلاص راح في حتة يأكله أسد يأكله ديب يأكله بتاع موت من العطش مجوع انتهى أمر التيس وانتهت معه أمر الخطية خطيئانا لم يعد يذكرها فيما بعد ده معنى اسمه التيس عزازين معنى كلمة عزازين دي بارشر دي بارشر يعني الرحيل أو المفارقة فعزازين يعني بيأخذ الخطية ورحل ويروح إلى غير رجعة إلى العدم تبعد المشرك عن المغرب هكذا أبعد عنها معصيمة وفي ميخة سابعة يقول تطرح في أعماق البحر كل خطيئة كل خطيئة يعني التيس بيأخذها يروح في الجبل ويموت والخطايا بتاعت الشعب تطرح في أعماق البحر لكن حيث أن البحر يمكن للأقمار الصناعية أن ترى ما بداخله وعين الله في مزمور 139 ترى ما لا يرى أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب إن نزلت إلى الأعماق فأنت هناك فإن انطرحت الخطايا في البحر برضو ما راحيتش يعني كان هناك نهر موازي لنهر النيل في الصحراء الغربية وتردم وفيه تمسيح هياك العظمية للتمسيح تحت الرمل الأقمار الصناعية اخترقت الرمال وشافت العظام بتاعة التمسيح تحت الرمل قالوا ده هنا كان في نهر ماشي فمش ممكن الخطايا لما تطرح في البحر تختفي يبقى هنا التشبيه ناقص بس تمحى من المية لا في حاجة أهم من كده بقى يعني لا يمكن أن يكون هذا تشبيه وحده يبقى ناقص لكن لأن كتابنا كتاب جامع ومانع وكامل وكامل ما كلمة جامع مانع عن كامل في رؤية 21 أول آية رأيت سماء جديدة وأرض جديدة والبحر لا يكون فيما بعد يعني خاد الخطايا وغار إلى غير رجعة بالخطايا ودي مهمة جدا يعني بعدك بعد ما بيوصف الحالة بتاعتك في رؤية 21 أول وصف البحر اللي يوجد فيما بعد طب وما ليه التشبيه الصحيح إذا كان تشبيه البحر لا يكفي التشبيه الصحيح هو محوتك غير من زنوبك وكسحابة خطاياك الغمة بقى بتروح ولا أسر لك يعني أنا بس عايز أحطها في تركيز تفضل طورو تيسين بيتاخد واحد من التيس مع طورو يدبحه واحد عن رئيس الكهنة واحد عن الشعب يدخل بهم رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة إلى أمام التابوت الذي عليه القربين عشان يصرف القضاء لما يرى الدم ويتاخد التيس التاني من أحد التيسين اللي وقت عليه القرعة اللي أطلق عليه تيس عددين ويضع رئيس الكهنة يضع عليه إقراراً بانتقال الخطية من رئيس الكهنة النائب عن الشعب كله أي إقراراً بانتقال الخطية من كل الشعب من كافة جموع الشعب بكافة أعمارهم إلى هذا التيس الذي يطلق في السحراء بيد من يلاقيه أو بيد من يطلقه يطرق في السحراء وحيداً محملاً بخطايا الشعب مرة واحدة في السنة إذن أصبحت أصبح شعب إسرائيل في هذه السنة بعد فعل هذا الأمر مطلق تمام حر أزيحت من عليهم جميع الخطايا استقاف صغير عدد 19 لويين 16 عدد 19 وينضح عليه من الدم بإصبعه سبع مرات من عدد 18 أو عدد 17 ولا يكون إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه غير مسموح بأي إنسان أن يتواجد في خيمة الاجتماع إن رئيس الكهنة فقط فيكفر عن نفسي وعن بيتي وعن كل جماعة إسرائيل ثم يخرج للمسبح الذي أمام الرب ويكفر عنه يأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجعل عقرون المسبح مستديرا وينضح عليه من الدم بإصبعه سبع مرات ويطهره ويقدسه من نجاسات بني إسرائيل لماذا سبع مرات ألم تكفي مرة واحدة شوف حضرتك ده سؤال مهم جدا هو بيرش الدم أنا كنت عايزة أشوف الحكاية دي بس خيمة الاجتماع صعبة شوي يخش للتابوت عنده الحجاب وورا الحجاب فيه التابوت فيرش وداخل على التابوت مرة تحت نظر ملائكة القضاء مرة واحدة وراء واحدة تكفي فيتم القول بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد مرة واحدة وارد دم وأعبر عنكم وانتهى موضوع المسيح نقطة واحدة كافية أن تصرف غضب الكربين تؤجل غضب الله لغاية ما يجي المسيح ده بالنسبة للمرة الواحدة لكن بعد كده بيرش ناحية الحجاب يعني يدي وشه للحجاب وورا من الحجاب القدس وورا بره القدس دارة الخارجية وبره دارة الخارجية الشعب أذبح ظاهره للتابوت للتابوت وشه للشعب أو وشه للتابوت برضه يعني بيرش من بعيد مش مشكلة المهم أنه وشه للشعب هو ووجه للشعب بيرش سبع مرات ليه عشان الإنسان ما هواش ربنا ربنا بيكتفي من بمرة واحدة وخلاص لكن الإنسان عاوز يتأكد أولا من خلاصه فسبع مرات عشان يعطيهم يقينا لعدد الكمال أن الدم خلص كل القضية ومعلكمش حاجة أنا كنت أصدي التعبير ده يعني وأنا بطرح على حرارك السؤال ده أصدي أوصل للتعبير ده أن رقم سبع رقم يرمز إلى الكمال فهنا كأن الرب بيدي يقين في داخل هارون ولي الشعب اللي بوه بيشوف أنه أصبع هارون يعني بتقطر بالدم سبع مرات يرش يرش أن على عدد السبع مرات وعلى قياس الرمز اللي هو يرمز إلى الكمال أنك تتأكد ثم تتأكد ثم تتأكد ثم تتأكد أن قد غفرت خطيات دي واحدة التانية بيقدم الدعوة بصورة كاملة في سبع مرات يا ناسا هدم كامل تعالوا يعني لما يشوع راح لف حولين أسوار أريحة لف سبع مرات وفي اليوم السابع سقف سبع لفات ليه إعلان يا تخلصوا وتعلقوا الحبل القرمزي زي رحاب وتختبئوا في البيت اللي فيه الحماية بتاعت اللون الأحمر أشارة للدم يا تموتوا يوم اتنين تلاتة سبعة ما فيش فايدات سبع يوم سبع مرات عشان يقدم الدعوة الكاملة ربنا ما بياخدش الناس على ما شمها وعلى وشها بيدي إنذار كامل لدرجة بيخلي الإنسان يحلم مرتين الله يتكلم مرة وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان سفر أيوب تلاتة وتلاتين عند وقوع ثبات على الناس وهو نايم بيكلمه بيكلمه هو صاحي بالإنجيل يكلمه بالطبيعة يكلمه بالأغنية اللي في الراديو اللي في التلفزيون يكلمه بالتمثيلية اللي في التلفزيون لا يترك نفسه بلا شاهد في كل مكان وفي أي مكان وذمان الله يكلم ويوم ما يسمع شوه صاحي كلمه هو نايم لكن عايزة أقول حاجة يعني لا فأنتباهه أنت بتكلم دلوقتي يقن في الأبدية هي وهو رسالة في نفس ذلك الوقت للآخرين الذين ليس عندهم يقين أو رغاء في الأبدية تمام يعني يقيني أنا لما بأعلن يقيني أنا أن أنا واثق وذي قال الرسول بوليس لأنني عالم بمن أمن وموكن أنه قادر أن يعملي يحفظ وضيع يحفظ وضيعتي اليقين اللي بيتكلم عنه بوليس هنا والإيقان اللي مالي إيد بوليس بي ومتأكد منه يعطيني أنا الشخص البعيد اللي فاقد للرجاء وفاقد للضمان وما عنديش أي ضمان يؤهن للأبدية يعطيني أنا ثقة أن كيف لهذا الشخص أن يضمن ويكون واسق بهذا الطريق إذن هذا الشخص يتبع طريق آمن فإن كان السبع مرات هو يقل للشخص وتأكيد للشخص أن كفاية عمل المسيح كافية لك سبع مرات هي رسالة يقدمها المتيقم في أبديته إلى المتحيرين في أبديته أنه يوجد طريق آمن وطريق ضمان لأبديتك دي تكملها الآية اللي بتقول مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن إيه سبب سبب الرجاء الذي فيكم بالضبط مش أنت سببك مسيحي ليه ولا أنت ماشي في السكة دي ليه أنت عندك رجاء ليه جالك منين شفت الغيب هذا اليقين جاي من هذا الكلام عايزة أقول لإخوات المسلمين اللي ما عندوش رجاء ولا ضمان في أبديتهم اللي بيش واثق هو رايح فين واللي ما عندوش أي تعهد ولا نص ولا آية ولا حرف يؤهله أو يقدم ليه الضمان أنه بعد فراق الحياة هيروح للسماء أو بمفهومك هتروح للجنة في سورة البقرة 71 وما منكم إلا وارده كان على ربك حتما مجديا يعني إيه الكلام ده لا تقولي بقى أن المقصود هو المشي على الصراط المستقيم كلمة الصراط كلمة تعني الطريق يستخدم إليها الإشارات بمصطلح الذقورة لكن هنا كلمة تعني النار جهنم عشان كده قال كده ما قالش وما منكم إلا مرون عليه لكن قال في النص القرآن وما منكم إلا واردها وقال ابن عباس والسدي وكثيرين من المفسرين قال كده قيل واردها ولم يقل سعدونا منها هذن لا يوجد ضمان والنص القرآن يقول أن الجميع واردها وسؤل محمد عندما قال أمام عائشة لا ينجي العمل صاحبه قالت له حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إن لم يتغمدني الله برحمة الله لا يوجد ضمان وقيل عن أبو بكر المقولة المشهورة لو كانت رجلي في الجنة والأخر خارجها فإني لا أأمن مكر الله لا يوجد ضمان لكن الإنجيل يقدم لك الضمان من له الإبن له حياة الإنجيل يقدم لك الضمان يقدم لك الضمان في إيمان المؤمنين وأعلانهم بكل فخر أنا مؤمن بالمسيح إذن أنا لي حياة أبادي الإنجيل يقدم لك الضمان من خلال نص المكتوب والله لا يترجع عن المكتوب قال كده إيه هكذا أحب الله العالم حتى بذل إبنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تقول له الحياة الأبدية الإنجيل يقدم لك الضمان من آمن به ولو مات فسيحي المسيح يقدم لك الضمان أنا حي وأنتم ستحيون إحنا بنتكلم عن رموز في العهد الأديم يا قسحة لكن تقضنا للحقيقة بالضبط بصد هنقولها إن هذا الموضوع بتاعيوم الكفارة العظيم والطور والتيس ودمهم الكاتب العبرانيين مش عايزة أقوله الرسول بوليس لأن الناس في ناس تقول أي وناس تقول لا خلينا في كاتب العبرانيين الروح القدس أحصد أنه يكون شخص مجهول الاسم فخلينا نحترم رغبة الروح القدس فكاتب العبرانيين بيقوله أن المسيح ليس بدم الثيران وتيوس دخل لا إلى أقداس أرضية مصنوعة بيد الأقداس الأرضية اللي هي القدس وقدس الأقداس والأجزاء دي كلها هي أجباه السماوية رمز للأقداس السماوية لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد ولا بدم ثيران ودم تيوس أم العمل دخل بدم نفسه إلى الأقداس السماوية فوجد فداء أبديا أبديا فهارون كان بيعملها كل سنة وتكرارها زي تكرار الدوة للمريض يؤكد استمرار المرض توقف الدواء لما يأخذ دواء مرة واحدة ويحل المشكلة يبقى المرض انتهى عشان كده دكها كان فيها كل سنة ذكر خطية واستمرار للخطية أما هذا فبعد ما صنع بنفسه بعد ما قدم قربانا عن الخطية مرة واحدة الخادمون وهم مطهرون مرة لا يكون لهم بعد فيما بعد ضمي خطايا خلصت موضوع انتهى موضوع انتهى فدخل حصل تطهير مرة واحدة كافة مرة واحدة فدخل إلى الأقداس السماوية بدم نفسه ده رآها الله واكتفى به واكتفى بزبيحته وبهذا الدم كفر عن خطايا السالفين وعن خطايا اللاحقين اللي قبل الصليب خطاياهم كانت مؤجل غفرانها إلى الصليب واللي بعد الصليب خطاياهم كانت لسه ما حصلتش فالمسيح غفر خطايا الأولون الخطايا الأولين بأثر رجعي وخطايا القادمين بأثر مستقبلي ولما دخل بقى للأقداس ده المهم والمسيح على الصليب ودمه بيصفك وكان بهذا الدم يدخل إلى الأقداس روحيا أو معنويا إذا حجابه الهيكل قد انشق من فوق الفاصل الحاجب الحاجب اللي بيفصل بين القدس وقدس الأقداس الحجاب انشق من فوق وده ارتفاعه خمسة متر ونص يعني حاجة كبيرة ما فيش حد يجاب سلم وطلع شقه وانشق من الوسط وتفتح الباب على مصراعية إلى وجود التابوت حيث حضرت الله كان هارون ما يقدرش يدخل غير مرة في السنة واللي يهوى من ناحية القدس الأقداس كان يموت فاول أولاد هارون عملوا غلطة ما دخلوش لقدس الأقداس البرة بس في القدس قدموا نار غريبة قدموا نار غريبة على النسبحة اللي قابل الحجاب خرجت نار من عند الرب وأكلتهم فهم دول كان ممنوع منهم الاختراب لما الحجاب انشق يبقى اللي برة بيقروا اللي يروحوا جوه لا دخل ولا طلع هو وقف مكانه الحجاب مشكوخ والتابوت رمز حضرة الله موجود وكأن الله فتح الباب تعالوا إلي يا جميع المتعبين وسقيلي الأحمال وأنا أريحكم الباب مفتوح على أساس دم المسيح خاطي مجرم مزنب قاتل زاني أي خطيئة عاملها الفرصة متاحة لي تعالوا إلي ما فيش يقول إيه ليترك الشرير طريقه ورجل الإسم أفكاره وليتوب إلى الرب فارحمه وإلى إلهنا فإنه يكسر لغفران تيجي للمسيح زي ما انت بخطيئك الباب مفتوح ما فيش باب مقفولة تخبطه بحال تكملتك زي ما انت تلاقي على طول دم المسيح غطاك بس تقول من قلبك يا رب أنا توبت وعايز أرجع لك وأمنت بيك وقعد بزبيحتك وصليبك العظيم احميني تحت مظلة الدم مجرد ما تقول كده هو تتغطى بدم المسيح وتتغفر كل خطيئك في لحظة له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه أفران الخطايا خطايا قلت أن يوم القفارة أو ذبيحة القفارة مرتبط مع ذبيحة الخطيئة آه إحنا قلنا مش هنتكلم عن ذبيحة الخطيئة إلا لما نذكر الأول الأول قفارة ليه بقى؟ لأن الكفارة زي ما شفنا يوم الكفارة ده ده خطيئة مستمرة أو خطيئة عامة أو حالة الشعب بصفة عامة حالة عامة حالة عامة أما زبيحة الخطيئة بقى لا نأتي إليها وكانت تقدم فكانت تقدم عن خطايا السهو اللي يعملها الإنسان إن أخطأ واحد في جميع مناهي الرب وعمل خطيئة سهوا بيروح يقدم زبيحة الخطيئة واللي بيخطأ عمدا ما هو ده السؤال لسه كنتك برافو عليك الخطيئة السهو والخطيئة العمد عبر لنا عنها كاتب العبرانيين الخطيئة العمد هي خطيئة الارتداد لكن الخطيئة السهو هنا بنتكلم مش عن خطيئة سهو وعمد بالنسبة لواحد زي أو زيك أو في الشعب لا الخطيئة السهو كان في زمان حاجة اسمها إيه قاتل النفس سهوا كانت له مدينة للملجأ تعملت خمس أو ست مدن للملجأ وبدون مدن الملجأ يصير دمه فقاح واحد قاتل نفسه على رأسه واحد مثلا بيبن بيت وقع قلب طوب على إنسان موته فهذا القاتل سهوا وليه الدم بيطرده فيطلع يجري يختبئ في مدينة اسمها مدينة الملجأ عملوهم مدن الملجأ موزعة زي نقط الإسعاف كده متوزعة وزي المستشفيات حسب كل موقع جغرافي في مدينة عشان يهرب إليها قاتل النفس سهوا ولما يدخل يفضل هناك محدش يقرب نحيته الكاهن اللي على باب المدينة يفحصه ويلاقيه فعلا راجل قتل سهو مش قصد فيخبيه لغاية ما إيه؟ لغاية ما يموت الكاهن العظيم بتاع إسرائيل أول ما يموت يخرج من ما كانه حر إيه معنى الكلام؟ معنى الكلام إن إسرائيل هم قاتل النفس أي نفس قتلوا المسيح لما قتلوا المسيح هم أصدين لكن المسيح كالمحامي البارع وهو على الصليب يحول قضيتهم من قضية قتل عمد إلى قضية قتل سهو والياء بتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون الله عاملين سهو مش مدركين فحول القضية واستجيبت لطلبات هذا المحامي البارع تحولت القضية من قضية قتل نفس عمد إلى قضية قتل نفس سهو إلى أن يموت الكاهن العظيم إيه الكاهن العظيم؟ الكاهنوت الأديم انتهى لكن لسه الكاهن الجديد مجاش مين الكاهن الجديد المسيح على ردبة ملكي صادق مجرد ما يظهر المسيح كردبة ملكي صادق الناس اللي قاتلوا سهو اللي هم شعبه يطلعوا من الحبس اللي هم فيهم في مدن الملجأ فهم الآن في مدن الملجأ كشعب لكن كأفراد كل منهم من يقبل المسيحي بمسيحي لكن هم كشعب وإن كانوا مرفوضين ومتهمين بقتل المسيح لكن في مدينة الملجأ بدليل إن ولي الدم اللي هو ربنا مش من موتهم كان مفروض الله في مجرد ما صالب المسيح يقضي عليهم لكن هم بشفاعة المسيح ومحاماته وتحويله القضية من قتل عمد إلى قتل السح أصبحوا الآن محتمين على أساس عبارة المسيح يا أبتاء اغفر لهم فمحتمين من القتل الحرفي في النهاردة لغاية ما يجي الكاهن العظيم على ردبة ملكي صادق يطلقوا من هذا الحبس عشان خاطر يخرجوا مرة تانية ويتمتعوا نرجع بقى لرموز الزرحة أما بالنسبة لنا ما فيش حاجة كل خطينا عمد لكن الكلام هنا كلام رمزي عن إسرائيل في خطية السح وقتل المسيح لكن بالنسبة لنا مين بيعمل خطيئة مش عمد كلنا عملنا خطيئة عمد بزرح لكن دم يسوع المسيح ابني يطاهرنا من كل خطيئة كل خطيئة مش خطيئة ساهو وعمد كله لا توجد خطيئة تستعصي على دم المسيح نرجع للزبيحة نفسها ونشوف الإشارة الصليفية تفضل اللي هي زبيحة الخطيئة تفضل يعني طريقة زبحها طريقة أديمة زبيحة الخطيئة صح ربعة أيها زبيحة الخطيئة كانت تقدم عن خطيئة فعلها الشخص الذي سبق له أن تمتع بالكفارة العامة في يوم الكفارة العظيم يعني يوم الكفارة غطى الكل غطى الكل ويمثل جميع المؤمنين الآن الذين احتموا في دم المسيح أنا عايزة الحيثتين دول مهمين جدا أخي سحر لأنه بتخاطب في آيات كتيرة جدا من الشعب المسيحي وبتخاطب المسلم اللي يقول لك طيب ما أنا بعد ما قابلت المسيح وقابلت خلاصه أنا لسه بخطأ آيو ولسه بعمل خطأ فندمج ندمج زبيحة يوم الكفارة التي هي تكفير عام مع زبيحة الخطية التي هي يعني تكفير خاص خاص مع التمتع بعمل زبيحة الكفارة اللي أنا خد يعني هل زبيحة الخطية تعطين المركز والمقام اللي أعطتوا لي زبيحة الكفارة العظيم يوم لا ده فيه مداء لا ما هم مش بنبنيجهم احنا بنفصلهم عن بعض الكفارة بالنسبة لينا احنا دلوقتي موت المسيح آه وكني أنا جيت للمسيح أنا قبلت المسيح آه ازا سمع اتغفرت الخطايا أبديا ما دلنا عايزة أوصله ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة ده غفران أبدي لكن زبيحة الخطية في العهد القديم كان يقدم مقدمة عن خطية واحدة عملها مش عن حالتك خاطي دلنا عايزة أوصله آه فدي خطية خطية فعلية أنا عملت حاجة فبروح أقدم زبيحة خطية تماسل إيه في أيامنا تماسل أننا بعد ما أعمل خطية أنا تمتعت بزبيحة المسيح العامة اللي يتوبة آه ليه بقى آه في كذا نعم الغفران أولا الغفران الأبدي ثانيا الغفران الزمني ثالثا الغفران الأخوي ربعا الغفران الكنسي في أربع أنواع من الغفران الغفران الأبدي تم مرة واحدة في صليب المسيح لكل من يؤمن هو ده اللي عايزة أوصله آه ده نرجع في العادة الأديم بقى تم في يوم القفارة حتى الخطايا اللي لسه أنا ما عملتهاش أعملها بكرة وبعده اتغفرت قبل ما أعملها ما سنة ما حد سنة أنا بتكلم عن العادة القديم آه ما حد سنة قدام آه ما حد سنة فبالنسبة ليه ما حد إلي الأبد آه لا أعود أسكر خطاياكم فيما أعود أنا بنربط القديم بعمل المسيح فالخطايا اللي لسه أنا ما عملتهاش مغفورة أبديا اللي عملته واللي ما عملتهاش ده موضوع انتهى أبديا لا حسابة ليه مش معنى كده أعمل على كيف اطلاق فيه بقى بعد كده روح القدس بيبكتني وإن لم أستمع إلى نصائح الروح القدس وإلى تعاملات الله معي من خلال الكتاب والوعز والكنيسة والترنيم والهلمة دي كلها إن لم أستمع إلى التحريضات والإنذارات تقع يد الرب علي بالتأديب بس اللي أنا عايز أقوله قبل ما نوصل للتأديب عايزين نقول الخطايا اللي عملتها بعد الإيمان إذا كانت خطايا مغفورة أبديا فهي تحتاج إلى نوع آخر من الغفران وهو الغفران الزمني هو ده من إيه بقى الغفران الزمني أنا أعترف لنبخال ده اللي قال له عنه الرسول يحنى بقى في رسالة من إيه من التأديب ماش من جهنم أنا جهنم انتهى أمرها في صليب المسيح لكن هناك تأديبات سوف تقع علي لو لم أتب واعترف بخطيتي واعمل زي اللي أقدم زبيحة خطيئة زمان عن خطيئة واحدة عملها غير بتاعت يوم الكفارة فأنا بعد ما بأخطئ بيحصل الآتي إن أخطأ أحد لنا شفيع بيعمل الشفيع مش إن أخطأ أحد فليتب أنا إن غلطت عمري ما هعرف أتوب أنا انغلطتها سوء فيها وامشي محتاج لواحد يتوبني عشان كده يقول توبنا فأنا توب فإحنا بنطلب من الرب أو الرب هو اللي بيدفعنا للتوبة ولما نشعر بعمل الله فينا إن إحنا أغلطنا بنحزن وهذا الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشي توبة بالضبط لخلاص المستعدة أن يعلم في الزمانة الأخير فالحزن هو أقوى أنواع التوبة يعني ملش يا رب الرحم يا رب الرحم يا رب الرحم ما لهاش معنى دي لكن إن قلتها مرة واحدة وأنا بقولك يا ليسون قلتها مرة واحدة من قلبي بحزن على خطيتي اتغفرت الخطيئة سواء كان هذا قبل ما تمتع بزبيحة المسيحة العامة أو الخاصة فدلوقتي كل اللي يقول يا رب سامحني إن كان بعيد بيقبل وإن كان مؤمن وشعر بخطيته واعترف بيها بحزن وندم أمام الله تغفر يعني بطرس لما أخطأ ما قالش يا رب سامحني ولا صلى ولا صام كل اللي عمله أنه خرج إلى خارج وبكى بكاء مرا فالبكاء المر أو الحزن على الخطيئة أنشأتو با هو أقوى أنواع الاعتراف واللي عايز يعترف يعترف ربنا واللي عايز يعترف لبون يعترف لبون بس تكون حالة قلبه انكسار وحزن طيب أخدها بس في ترتيب عشان المشاهد الكلام كبير يا أخي سحي هو حاجات بتتقل ربما لأول مرة بالنسبة للبعض أنا عايز أربط الماضي بالحاضر تقدر يوم القفار العظيم يمثل موت المسيح أيوة والمسامح لنا بجميع الخطايا نعم ذبيحة الخطية تمثل شفاعة المسيح عندما نقع أو نذل في الخطية وكلمة إذا أخطأ سهوا أنا أشوفها أنها مقابلها أو مراضفها في العهد الجديد المولود من الله لا يخطئ يحفظ نفسه الشرير لا يمثه يعني المولود من الله لا يتعمد الخطأ لا يتعمد الوقوع في الخطأ بتعمد لكنه إذا أخذ أحدكم وأخذ فيه زلة يعني ممكن يتاخد وده اللي مقابلة يعني تطبيق الروح لكلمة سهوا في العهد القديم هنا علاجها إيه؟ علاجها أن لنا شفية عند الله الآن وده اللي بتسميه حضرتك الغفراني الزمني الغفراني الزمني من التأديب مع يعني أود أن أقول أن فيه برضو خطايا عمد بتحصل يعني ما يعني إحنا مش هزين نقفل الباب أمام المشاهدين أنه لو عمل خطيئة عمد يقول لي خلاص أنا هلكت لا مش هيهلك لأنه مولود من الله بالضبط والمولود من الله لا يخطئ مش يعني أنا الذي لا أخطئ لكن الشيء المولود فيه من الله هو المنزع عن الخطيئة مش أنا لكن إن كانت أنا كمولود من الله لا أخطئ أنا خلاص تنزهت عن الخطيئة مش ما يتنزه لكن أنا بشوفها أن المولود من الله يعني لا ينسجم مع الخطيئة بالضبط هذا كلام سليم لا يتعايش مع الخطيئة بالضبط حتى لو وقع فيها بالضبط لا يتعايش مع الخطيئة حتى لو استمر فيها الوقت يشعر بتبكيت الروح القدس تمام يشعر بأنه هو موجود في حالة مش حالته ده الصراع موجود في وضع مش وضع كأنه تأثر به إلى وضع آخر فهو بيبقى نفسه أن ينطلق إلى الحرية التي كان يعيشها في الزي ده بتع الصراع بتعروم يا سبعة بالضبط تمام احنا ما عندناش وقت لأنه مش عايزين لا ما فيش لدقتين للأسف مش عايزين يعني طيب زبيحة الخطيئة الكلام جميل عن يوم القفارة وزبيحة الخطيئة احنا كلمنا عن زبيحة الخطيئة وتناقش الشق الجنائي من الخطيئة لكن هناك شق مدني بالضبط الخطيئة اللي بعملها لها جزء جنائي وجزء مدني زي أي جريمة فعشان الوقت فاضل دقتين بتقول اه في الصورة يعني ولو جملة اه ولو جملة فالشق الجنائي زي واحد خبطته عربية ومات فالحكومة بتطالب بدمه وتسجن السواء بسبب الشق الجنائي لكن أهل الميت عاوزين طعويد يتعلمون بحقهم اه يعني طعويد بل مدعون بالحق المدني فكذلك الخطيئة بتاعتي ليه شق جنائي إن أنا مزنب أمام الله ثلاث مزنوبيات مش وقت نحكيها لكن في الوقت نفسه الله عايز تعويض فالمسيح كذبيحة خطيئة سدد الشق الجنائي والشق المدني لله اللي هو التعويض عوضه بما بأكتر من اللي أنا أخطأت بي يعني في زبيحة الاسم كان يعود برأسه ويزيد الخمس يعني يعود بالأصل الشيء ويزود الخمس يزود الخمس المسيح اللي أممات على الصليب أعطى لله تعويض عن اللي عملناه وزيادة بالضبط يعني عمل المسيح عمل كامل وعمل لا محدود في جزء أخير أحب أقول أنا سرقت من واحد فلوس والراجل ده مات وأنا جيت للمسيح وعايز أسدد الحساب ده روحت الورسة لقيت لما فيش ورسة أعمل إيه أروح أحط الفلوس اللي أنا خدتها في الصندوق الكنيسة ما ينفعش حطها من أم حطها مش هيدي القضية القضية هناك تعويض لهذا الرجل المسروق المسروق مين يعوضه الله يعوضه على أساس المسيح كزبيحة اسم نيابة عني يعني أنا سرقت منك ألف جنيه ربنا هيعوضك بالألف نيابة عني مدام أنا جيت للمسيح هيديه لك أنت التعويض لأنه المسيح مات كزبيحة اسم عشان يرد لله ويرد للإنسان لأنه ما أداشت صلحه كلام جميل وكلام رائع الزبائح لا تقبل في قيمتها لكن كانت تقبل الزبائح على أساس المرموز إليه وهو الذي شاور عنه يوحن المعمدان وقال عنه هذا هو حمل الله الذي يرفع قطية العالم كانت تقبل المسيح على أساس الإبن ذبيحة المسيح في ذبيحة المسيح رأينا أن الله يتنسم في رأح السرور في ذبيحة المسيح رأينا كفاية عمل المسيح عن البشرية كلها في ذبيحة المسيح رأينا الضمان الأبدي وفي ذبيحة المسيح رأينا شفاعة المسيح وفي ذبيحة المسيح رأينا تعويضات المسيح ربنا يبركك أخي سحيا شكرا شكرا جدا وبنعمة الرب هنكمل الجزء الثالث عن الصليب في العهد القديم تسنيه وعدده وما بعده الرب يبركك وشكرك جدا لأجل متابعاتكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر والرب معكم ومعك أيضا مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر لنا مخذوع أو بخرف أبدا ولا عقلي سافر سافر إله واحد إيماني واحد وملوه شي تاني حبني ومت علشاني مش ممكن يموت يمكن في أمور بتحير نحتاج التفسير أنا حشرح ليك وأفصر أرضوك بلاش تكفير أنا مش كافر أنا مش كافر أنا مش كافر أنا مش كافر